إذن تتعدد مضايا اندماج المجالي واقصادي بين بلدان تحر الأوربي وهذه المضايا اندماج لابد لها من مجموعة من العوامل إذن بماذا نفسر اندماج الحاصل بين دول تحر الأوربي إذن من خلال الخططة لدينا هناك عدة عوامل تفسر اندماج بلدان تحر الأوربي هناك عوامل جغرافية وتاريخية وكذا عوامل سياسية وقتصادية بالإضافة إلى عوامل شماعية وتقافية وكذا عوامل تنظامية إذن بالنسبة العوامل الجغرافية تتجلى في انتماء بلدان الاتحاد إلى قارة واحدة ثم تشابه الظروف الطبيعية وتكامل مواردها الطبيعية لاحظوا شهيدا للذين قارة من تماء إلى قارة واحدة قرب جغرافي للبلدان مع بعضها ثم ظروف طبيعية متشابهة مثلا السهل الأوروبي الكبير ثم وجود موارد طبيعية متكاملة على المستوى التاريخي عايشة بلدان الاتحاد إحداثا مشاركة كالحربة العالمية والأزمة الاقتصادية لسنة 1120 كما رأينا في مدى التاريخ ثم وجود مصير مشارك بين الدول الأوروبية على المستوى السياسي تبلي الدول الأوروبية للنظام الديمقراطي واعتماد مبادئ وقيم حق الإنسان أما اقتصاديا فتنهج الدول الاتحاد اقتصادا ليبراليا يقوم على المنافس الحرة في إيطار الاتحاد ثم اجتماعيا وتقافيا وعي الشعوب الأوروبية بأهمية اندماج والتكتل وقدر ارتفاع مصر والتقافي والاجتماعي وكذا السفادة من تاريخ هذا الاتحاد حيث تجربت الدول الحروب ولم تجني سوى الكوارث فلماذا لا تجرب السلم والتحاد والتعاون وبالتالي تتعدد عوامين دماج بدان انتحال الأوروبي ففي المجال الجغرافي تتجلى فيه انتماء إلى قارة واحدة وتشابه الظروف الطابعية وقدر تكامل مواردها تاريخيا وجود مصير مشارك بين الدول الأوروبية ومعايشة أحداث مشاركة كالحورب والأسمات أما سياسيا فتجلى عوام دماج في تبني النظام الديمقراطي القائم على مبادئ وقيم حقوق الإنسان ثم قصياديا تبني دول الاتحاد لنظام ليبرالي يعتمد على المنافس الحرة وكذا الشمعين وعي وأهم يتكتل بين دول الاتحاد وارتفاع المصوى التقافي على المصوى التنظيمي أو العامل التنظيمي إذن يتجلى ذلك في وجود مؤسسات تساعدة تسير الاتحاد كالمجلس الأوروبي الذي يتكلم رؤوس الدول والحكومات الذي يقرر التواجهة العامة ثم مجلس الوزراء دوره التقاريري وهو يتكون من وزراء كل دولة حسب القيطعة مثلا ووزراء المالية الداخلية الخارجية ثم البرلمان الأوروبي الذي تتجلى مهمته في مناقشة القضايا المطروحة عليهم من طرف المجلس الأوروبي وكذا اللجنة الأوروبية ثم لدينا اللجنة الأوروبية تقديم المشاريع متكون منفوضون عن كل دولة ثم محكمة العدل ودورها التحكيمي وأخيرا البنك الأوروبي المركزي الذي يشرف على سك العملة ومراقبة تعاملات المالية لدول الاتحاد إذن نلاحظ من خلال خططة أن هناك ساهمت عدة عوامل في اندماج مدى الاتحاد الأوروبي ويمكن تسطمها إلى عوامل زغرافي وتاريخية تتجلى في انتماء إلى قارة واحدة التي تعرف وتشابها لضروفها الطبيعية وتكمورها اقتصادية بالإضافة إلى معايشة شعوب دول الأوروبي لعدة أحداث وكذا تبني النظام الديمقراطي واعتماد مبدع قيم حق الإنسان علاوة على اعتماد النظام الليبرالي القائم على المنافس الحرة وأخيرا العوامل الاجتماعي والتقافي التي تجلى في واعي الشعوب الأوروبية بأهمية تقتل واندماج بفعل ارتفاع المستوى التقافي والإجتماعي أما تنظيمية فتجلى في وجود عدة مؤسسات تسهر على السير الاتحاد وتحقيق أهدافه واحترام مبادئه